مرحبا كمية الأمطار يلي تساقطت لحد هلأ السنة منى أبدا قليلة مثل ما البعض عم بيقول مصادر مطلعة أكدت أنه الكمية التي تساقطت جيدة مقارنة بسنين السابقة أما تساقط الأمطار المتقطع والغزير يلي عم نشهده فمرطبت بالتغير المناخي إذ أنه حرارة الغلاف الجوي عم ترتفع وهالأمر بيؤدي لتبخر كمية كبيرة من مياه البحار والأنهر بالعودة لطقصنا أجواء مستقرة عم بتسيطر على الكاميوم يلي جايين الريح شمالية بتصل سرعتها للتسعة عشر كيلومتر بالساعة نعمل جولة عمختلف المناطق لنشوف كيف مسجل معدل الحرارة تمنتعش بالعاصم 11 بحاصبيا 17 بترابلوس وأربع درجات بالأرز كيف بيكمل طقص الأسبوع الأربعة والخميس الطقص بيكون غائم جزئيا إلى قليل الغيوم الحرارة بترتفع تدريجيا تطير ضمن معدلاتها الموسمية ابتداء من بعد ظهر الخميس وبتتلج على الألف وأربعمائة متر طقص الويك أند بيبقى قليل الغيوم الحرارة بتستمر بالارتفاع تتسجر تسعة عشر درجة نهارا ومثل من بيّن لهلأ طقص رياس السنة صحو تابعونا لتفاصيل أكثر بنشراتنا اللحاة اشتركوا في القناة